أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق الخامس عشر من يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق العشرين من نفس الشهر إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للموعيد المقررة من قبل السلطة المختصة وذلك بمناسبة عيد الأطحى المبارك